السلام عليكم يا رب تكونوا بخير بيديو نهاردة مميز قوي هنامل مع بعض فخارة الكباب التركي طبق حلو جدا وفخم جدا مفيش مرة بعمله اللي كل بيشكر فيه طعم رائع السوس غني واللحمة دايبة الخضار بتاعنا دايب وفي نفس الوقت محتفظ شكله وبقوامه هقول لكم كل التفاصيل وكل التركات وكل الحركات عشان تعملوا أحلى طاجن لحمة بالخضار بصوا اللحمة دايبة ازاي بصوا الخضار متغلف بالسوس ولا العيش اللي بيبقى فوق الطاجن اعملوا على طريقتي وان شاء الله مش هتندموا حطوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة لو أول مرة بتشوفوني ويلا بينا نسمي الله ونبتدي الفيديو بتاعنا على طول بسم الله أول حاجة ببتدي بيها تحضير الخضار بيكون عندي بطاطس كوسة جزر ممكن تضيفه بسلة تضيفه فصوليا الخضار اللي تحبوا دفوه أنا في حالتي هنا ضيف بطاطس مكعبات قطعتها مكعبات بالحجم ده متوسطة ولا كبيرة ولا صغيرة وكمان حوالي ربع كيلو من الكوسة المقادير اللي أنا استعملتها والكميات حوالي نصف كيلو من البطاطس وربع كيلو من الكوسة وكمان عندي فلفل ألوان بتنصف الفلاية سفرة وحقطعها مكعبات وكمان نصف الفلاية حمراء ممكن تعمليه بالبطاطس فقط برضو حيطلع جميل جدا وحلوة حيكون عندي كمان اتنين بصلة كبيرة يعني الطاجين ده بيحب البصل يكون كتير شوية حقطع البصل جوانح بالشكل ده أو جوليان وكمان عندي خمس فصوص من التوم بنعمهم قوي كده ودي كل مكونات الطبق عندي بطاطس كوسة جزر بصل وفلفل ألوان والتوم بتاعنا وكمان كوبايتين من عصير الطماطم بتصفين من البزر والقشر وكمان عندي نصف كيلو من اللحمة الموزة مقطعها قطع صغيرة هاخد البصل بتاعي وححط عليه التوابل دي معلقة صغيرة من السبع بوهرات ونص معلقة من الجنزبيل ونص معلقة من الإرفة ونص معلقة من الحبان البودر وعندي كمان تلات ورقات لورة لما تتعاكي البصل بالتوابل بتطلعي أحلى طعم من البصل بعمل إيه؟ بحط نصف كمية التوابل دي كلها وكمان معلقة نص صغيرين من الملح ومعلقة من الفلفل الأسود وما ننساش نحط معلقة من التوم المفروم اللي احنا عملناه مع بعض وبندعك البصل حيو جدا جدا بالتوابل والتوم بنسيبه بقى على جنب نبتدي بقى في تركيب الطبق بتاعنا عفحلة على النار وتكون النار عالية شوية بنزل بمعلقة من السمنة ومعلقتين من الزيت وبنزل باللحمة تاخد صدمة على اللحمة وهي بتاخد صدمة بغضيف معلقة صغيرة من الفلفل الأسود ومعلقة صغيرة من الملح كل خطوة بتعمليها لما تبهريها وتملاحيها بيتيدي تيست حلو قوي 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 بس خدي بالك من الملح بتحطي على حسب الكمية اللي انت شغالة بيها قلب اللحمة كده بالشكل ده لحد ما تاخد صدمة كده وتحمر شوية معايا بعد كده بنزل بنص كمية البصل وبحتفظ بالنص التاني هقولك امتى احطه عشان احتفظ بتعم كل الخضار اللي معايا بعد ما شوحت البصل شوية بنزل بمعلقة كبيرة من الصلصة معلقة ممتلقة حلوة كده من الصلصة تقليبة برضو بسيطة بنزل بنص كمية عصير الطماطم تقليبة وبسيب الطماطم تتسبك شوية حوالي خمس دقايق كده وبنزل بحوالي لتر ونص مية مغلية واسيب اللحمة تستوي بنسبة خمسين في المية هنيجي بقى للخضار بتاعنا اللي هو الكوسة والبطاطس والجزر هنزل عليهم بالبصل المتعوب بالملح والفلفل والتوابل وكمان باقي كمية الطم وبنزل برضو ببهر وبملح بالخضار بتاعي معلقة ملح ونص معلقة فلفل اسود وبقلبهم في بعض كده وبستبهم على جده اللحمة خلاص اخدت خمسين في المية سوا ببتدي ان انا انزل بالخضار بتاعي يا سلام بقى لو تشموا ريحة دلوقتي ريحة قطيرة جدا بعد ما بنزل بالخضار اللي عليه كل التوابل والبصل والطوم ده وبعد كده بنزل بنص كمية عصير الطماطم اللي باقيه وكمان بنزل بالفلفل الوان انا نزلت بالفلفل الوان في الاخر خالص علشان احتفظ بلونه واحتفظ كمان بشكله وبريحته بسيب الخضار دي يستوي بنسبة خمسين في المية برضي بخلي النار وسط كده وبسيب الخضار مع نفسه يستوي وبعد كده هبتدي احضر العجينة العجينة نص كبائه من المية مع لقو نص من الخميرة الفورية مع لقو نص من السكر وهيكون عندي كوبايتين من الدقيق. ونص معلقة من الملح بقلبهم مع بعض. وبنزل بمعلقتين من الزيت. وبنزل بالخميرة اللي انا نشطته. وعجن. مش هتحتاجت دي في اي حاجة على العجنة دي ولا مية ولا اي حاجة. هي مقدرها مزبوطة جدا جدا. عجن العجنة بالشكل ده. لحد ما تبقى ملساق كده ونعمة. تسيب العجنة تخمر. خلاص عندي هنا الخضار استوى بنسبة خمسين في المية. حطت كل الخضار في طاجن. ممكن تعملي في طاجن بايركس. ممكن تعملي في صنية عادية. يعني لو ما عندي كيش الطاجن الفخار ده. اعملي في اي حاجة. مفيش حاجة توقفك. حطيت كل كمية الخضار باللحمة. بس تفاض معي شوية حلوين. حطيته في فخارة صغيرة او في فخار صغير. بالشكل ده كده. وبستيبه بقى على جب. وببتدي ان انا قسم العجنة بتاعتي. لكورة كبيرة شوية للطاجن الكبير. وكرتين صغيرين اطباعد للطاجن الصغير وكمان حعمل رغيف عيش. عيطلع خطير جماعة تحفظ. هاخد كورة العجنة كبيرة وبتدي افردها بالشكل ده تحت رشها من الدقيق. وهتلاقها سهلة قوي في الفرد. طول ما انتم عجنين العجنة كويس تبقى سهلة في الفرد. فردتها بالشكل ده كده. والسمك بتاعها لا يكون رفيع قوي قوي ولا يكون سميك. افردها اكبر من الطاجن حاجة بسيطة. علشان اغطي الطاجن. بالشكل ده كده. واحاول ان انا شدها عشان العجين ما يتبلش من الصوس اللي تحت. اجي على حواف الطاجن كده واقفل بيه العجين كويس. ولو في اي زوايد من العجين بشيلها بالسكينة. بساوي بقى الاحراف دي كويس. بغطي الطاجنة تانية نفس الشكل. ولو في اي زوايد برضو بنشيلها. وعلشان وش العجين بتاعنا يا حمر كده وياخد كله لون واحد ومواحد. بجيب معلقة كبيرة من السمنة البلدي. وبدهم بيه العجين بس. ولو بيت بقى ولا اي حاجة. وفي الاخر بروشة سمسل محبة البركة. ويلا بينا بقى اندخل الفرن. الفرن بيكون متسخن على اعلى درجة. على درجة بعناك كلماني. اعلى حاجة في الفرن عندك شغلي الفرن عليها. وتكون الشبكة في اول رفة من تحت. من تحت خالص. في الفرن من تحت. وبتدخلي الطاجن بتاعك او الصنية بتاعتك. ربع ساعة وحتلاقيها حمرت. العجينة حمر معيكي وبقى زي الفل. وبردو حسب قوة النارة عندك. ممكن ربع ساعة ازيت شوية. وزي ما انتو شايفين انا فردت العجينة التالتة. وعملت منها آآ رغيف التحفة ده. بعدما الطاجن بتاعتي طلعت. دخلت الرغيف ده. على نفس درجة الحرارة قب معي وبقى تحفة كده. بعد ما يطلع من الفرن. لابنغطيه ولا اي حاجة بنسيبه ايه ده بس خمس دقيق. وبنبديدي نفتح الطاجن التحفة ده. بصوا الجمال بقى. بسم الله ما شاء الله. بص الخضار. عشان متغطناش عليه في استوى. يعني سوينا نص التسوية. ونص التسوية اللي بقية استوى معي في الفرن. وطبعا اللحمة كنا سوينها خمسين في المية. فكل استوى مع بعضه بنفس الطريقة. بصوا جميل البطاطس والكوسة. ولا العيش اللي شارب من السوس. فمنتهى منتهى منتهى الطعامة. بصوا جميل اللقمة وعليها قطع من اللحم يا سلام على الجمال. اتمنى يكون فيديو النهاردة عجبكم. عايزاكوا تجربوا الطريقة دي. هتعجبكم اوي 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 انا متأكدة ان شاء الله. عملنا مع بعض النهاردة فخارة اللحم بالخضار. اكلة في منتهى الطعامة والجمال. اتمنى تجربوها. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك. وتعملوا كمان سبسكرايب للقناة. لو اول مرة بتشوفوني. اشوفكم على خير في وصفة جديدة وفيزيو جديد. كان معاكم شايماء حسن من قناة حيلا وحدق مع شايماء. سيبكم في رعاية الله. ومع السلامة.